تمنع الفرق الموسيقية والغنائية وتلك الاستعراضية والراقصة في حفلات تخرج يفصل الطلاب عن الطالبات ويمنع من الدخول أخ تجاوز الثالثة عشرة لا تحضر الثقافة الغربية في الفقرات وتقتصر على الدينية هذا ليس فرماناً لتنظيم داعش بل هو لوجهها الآخر تعميم ميليشيا الحوثي للمدارس بصنعاء عبارات تمرر عبر مؤسسات الدولة وخلفها يصرخ فكر متطرف لسلطة تخاف من الاختلاط ويهدد أمنها برقصة ويؤخر نصرها لوحة هذا التعميم من مكتب التربية الغاضعة لسيطرة الميليشيا للمدارس سبقته حملة طمست فيها لوحات إعلانية لمحالة جارية بذرعة أن فيها صور نساء ومدهمات على مقاه وكافهات جرمها الوحيد الاختلاط في هذه المدينة التي اغتيلت فيها حياة الناس وضاقت وانحصرت داخل أحزانهم تجتهد الميليشيا في نشر فكرها المتطرف عبر المنابر والملازم والشعارات وأخيراً بتوجيهات البلاد تسير نحو الهاوية وهؤلاء منشغلون بما لا يهم غيرهم يقولون إنهم يمنعون عن الناس عقاب الله وهم يذيقونهم ويلات عذابات لم تكن الحرب وإلغاء أي مشاهد للدولة المدنية أولها ولا قطع الرواتب وانعدام الغاز آخرها أرقام كثيرة ترددها المنظمات ترثي بها حال البلاد لا تثير في حفيظتهم شيئاً وهم يهرولون بالبلاد نحو الهاوية منتهجين ثقافة القمع والتخويف كأي جماعة إرهابية ثمانون في المائة من اليمنيين تحت خط الفقر يعيش اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم ويموت الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها هنا يموت اليمنيون علناً وفي منهجهم يؤد اليمن بالخفاء